خبر سيطرة الكرة المغربية على التشكيلة الأفريقية المثالية لـ 2022 تحديد دولي للتاريخ والإحصاء كشف عن التشكيلة المثالية لقارة أفريقيا خلال عام 2022 الاخترار شهدت سيطرة طبعاً لمنتخب المغرب بعد فوقه كبير في كأس العالم وزي ما احنا شايفين مع بعض على الجاشة حراسة المرمى يسين بونو وخط الدفاع أشرف حكيمي من مغرب كلبالي من السنغال ورومانسايس من المغرب علي معلول من تونس وفيان مرابط في خط الوسط المغرب محمد قدوس من غانا هز الدين الوناحي من المغرب خط الهجوم محمد صلاح وأبو بكر طبعاً من الكاميرون وساد يوماني من السنغال طبعاً يعني محمد صلاح موجود بكل تأكيد ودي حاجة أكيد مهمة لنا وكنا نتمنى بالتأكيد يكون في لعبة مصرية أكتر بكتير بس إن شاء الله القادم أفضل للكرة المصرية الإيطالي سيميونيا المدير الفني لإنتر ميلان أكد جهزية فريقه لمواجهة ميلان في كأس السوبر الإيطالي إلا هي قام مساء غد الأربعاء بالعاصمة السعودية أرياض لإقتناس الكأس الأولى ليه مع في الموسم يعني 22-20-23 إنزاج يصرح إن الإنتر جاهز رغم صعوبة المباراة أمام ميلان بطل الدور الإيطالي لكن لا توقع مباراة سهلة طبعا كلام مهم جدا لأنه نريد أن نحافظ على اللقب ولدينا رغبة مضعفة لأنه دربي كبير لأنه قد فوزنا بالعديد من الدربيات وخسرنا أخرى وهذه مباراة مميزة تحسن ببعض التفاصيل من وجهة أخرى شد بقى بيولي مدرب ميلان على صعوبة مهمة فريقه لأنه هيواجه منافس قوي جدا جدا نتوقع يكون لقاء في كورا إن شاء الله ممتعة خلينا نروح للجنة الحكام بالاتحاد التونسي لكورة القدم اختارت طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم الدولي محمود البنة لإدارة مباراة الصفاقسي والتراجي في الدوري التونسي الطاقم يضم كابتن محمود البنة حكم للساحة ويعوينه كل منه كابتن أحمد حسيم طاها وكابتن أحمد توفيق طلب وكابتن أحمد الغندور حكم رابعا في بطولة أم أفريقين المحليين بالجزائر اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي الحكم الدولي كابتن محمد عادل حكم لمباراة كوتيفور وكنغو غدا الأربعاء ومعها الدولي كابتن محمود عشور حكم لتقنية الفيديو أتمنى نشوف فترة اللي جاية لحكام المصريين موجودين في كل مكان في العالم